حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة لقد ظلت الأكاذيب الشائعة يعني تمزج بقالب علمي لإقناع الناس بوجود علم اسمه علم التنجيم طبعا هذا طيلة قرون طويلة حتى جاء القرن العشرين ليضع الأساس العلمي الصحيح لعلم الفلك ويتطابق هذا الأساس مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أحد الخبراء يقول إن ملايين الدولارات تصرف على برامج التنجيم والتنبؤ بالغيب وتحليل الشخصية ومعرفة مستقبل فيما يسمى الأبراج ملايين أخرى يتكبدها الناس نتيجة تصديقهم لهذه الأكاذيب وقد يظهر أحيانا من يسمي نفسه علم فلك ويحاول أن يقنعنا بتأثير النجوم باعتبار أن هذه النجوم تبث أشعة تخترق الغلاف الجوي للأرض وتؤثر على حياة البشر كل حسب تاريخ مولدهم لقد دارت وتدور كل يوم أحداث كثيرة عن التنجيم والأبراج ومحاولة للتنبؤ بالمستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فالتنجيم هو عمل يحاول من خلاله المنجمون أن يخبروا الناس بمستقبلهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب طبعا يستعين المنجم ببعض الكواكب والنجوم لإقناع الناس بصدق نبوآتهم ويدعون أن هذه الأبراج والنجوم تؤثر في سلوك البشر بل وتحدد مستقبلهم طيب ماذا يقول العلم الحديث أيها الأحبة لو تأملنا المسافات التي تفصلنا تفصلنا نحن عن النجوم أو تفصل النجوم عن بعضها لوجدناها هائلة جدا لدرجة لا يتصورها العقل يعني أقرب نجم لكوكبنا يبعد عننا أكثر من أربع سنوات ضوئية الضوء يحتاج إلى أربع سنوات حتى يصل إلى هذا النجم أو أربع وربع أو ثلث سنة ضوئية تصور أيها الأحبة فهذه المسافة تقدر بعشرة مليون مليون كيلومتر يعني الضوء يقطع عشرة مليون مليون كيلومتر في السنة فخلال أربع سنوات تصور يعني كم يقطع هذا الضوء هذا أقرب نجم فكيف بالنجوم البعيدة المتعلقة بالأبراج وكيف بالمجرات البعيدة لا يبقى أي أثر لها على حياة البشر أيها الأحبة فالمنجم يحاول أن يرسم صور توحي بأنه يتحدث على أساس علمي لكن الحقيقة أنهم يلجأون إلى يعني الدجل وطبعا كثير من الناس أصيبوا بالإحباط وخسارة الأموال وبسبب لجوئهم إلى هذا التنبؤ طبعا أيها الأحبة أبعد نجم عن كوكبنا يبعد بحدود 13 ألف مليون سنة ضوئية وكل سنة ضوئية يحتاج الضوء بحدود تقريبا عشرة مليون مليون كيلو متر ليقطع السنة فتصوروا 13 ألف مليون مليون سنة ضوئية كم المسافة هائلة أيها الأحبة وكل مجرة تضم أكثر من مئة ألف مليون نجم كل مجرة لدينا في الكون أكثر من مئة ألف مليون مجرة كل هذه الأشعة تتداخل مع بعضها لا يبقى أثر لنجم كما يدعون برج الثور أو برج العقرب أو برج كذا لا يبقى أثر لهذا النجم علينا نحن البشر لأنه حتى لو كان هناك أثر فإن مئات المليارات بل آلاف المليارات من النجوم سيتداخل مفعولها مع بعضها ولن يبقى شيء أيها الأحبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمن التنجيم الزمن الذي كان فيه سائدا المنجمون المشعوذون ولكن كيف تعامل هذا الحبيب مع هذه القضية صلى الله عليه وسلم كان العلم السائد وقتها هو علم الكهان والعرافين والمنجمين وقد كان المنجمون في ذلك الزمن أشبه بوكالات الأنباء التي تبث المعلومات مثل اليوم يعني المنجم هو وكالة أنباء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كما يدعي أولئك الملحدين أنه صنع دين لنفسه وافترى على الله كذبا لأقرهم على هذا التنجيم ولجعلوه في أعلى المراتب وإذا لاتخذوك خليلة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين صحح المعتقدات وأنار الطريق ووضع الأساس العلمي للبحث فلم يعترف بكل هذه الشعوذات بل وعتبر اللجوء إليها كفرا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم اسمعوا أيها الأحبة من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما السؤال هنا أيها الأحبة لأولئك الذين يدعون أن النبي كان يطلب السلطة والمجد والمال وغير ذلك لو كان هذا النبي الكريم ليس رسولا من عند الله لكان الأجدر به أن يقر قومه على عاداتهم من التنجيم والأساطير والخرافات بل ويستخدمها لمصطحته ولكنه نهى عن كل أنواع التنبؤ بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله بل إن الله آمره أن يبلغ قومه أنه هو شخصيا لا يعلم الغيب الكذاب أيها الأحبة أول صفة يدعي أنه يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله كثير من الآيات استمعوا معي إلى هذه الآية قال تعالى قل يا محمد أمر فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ماذا إذن إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أيها الأحبة لقد حرم الإسلام التنجيم والتنبؤات التي لا تقوم على أي أساس علمي مثل الأبراج والتنبؤ بالمستقبل الذي لا يعلمه إلا الله قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا في الأمر فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم لقد ثبت علميا يا أحبتي أن هناك أضرار نفسية جسيمة تسببها أو يسببها كثرة اللجوء إلى هذه التنبؤات حتى يصبح الإنسان الذي يؤمن بالأبراج وغيرها قلقا مضطربا ينتظر كل يوم النتيجة المتوقعة عندما تأتي النتائج بعكس ما أخبره ذلك المنجم يصاب بالإحباط والاكتئاب وهذه أمراض خطيرة جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين حارص على كل مؤمن وجعله يرضى بقضاء الله مهما كان وربما نعلم كيف كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم القرآن طبعا من ضمن دعاء الاستخارة اللهم قدر لي الخير حيث كان وردني به أو ثم ردني به فتأمل هذا الدعاء كم هو مريح للمؤمن حتى يصبح مطمئن النفس راضيا خاليا من أي اضطرابات أو قلق أو خلل علماء النفس أيها الأحبة يخبروننا اليوم بأن السبب الأول لكثير من الأمراض العصبية والنفسية هو عدم الرضا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان كما أن هؤلاء العلماء يخبروننا بأن هؤلاء الذين يبنون حياتهم على أساس التوقعات ومحاولة معرفة المستقبل غالبا ما نجدهم يصابون بالصدمات النفسية نتيجة لماذا خيبة الأمل التي يصابون بها بعد كذب هذه التوقعات وهذا يولد شيئا من الإحباط مما يؤدي إلى حالات اكتئاب خطيرة الإنسان الذي ينتظر ماذا تقول له الأبراج يكون في الغالب غير مستقر من الناحية النفسية تظهر لديه اضطرابات نفسية عديدة بسبب الترقب الدائم والانتظار لتحقق شيء ما هذا الشيء لا يتحقق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال احفظوا هذا الحديث أيها الحبة من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الإمام أحمد سنعيده مرة ثانية أيها الأحبة من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ولكن ماذا يعني ذلك إنه يعني أيها الأحبة أن هذا النبي يريدنا أن نبني إيماننا عقيدتنا على أساس علمي بعيدا عن الأكاذيب وفي هذا رد على أولئك المشككين الذين يدعون أن الإسلام دين الأساطير والخرافات وأنه لا يقوم على أساس علمي سبحان الله فهكذا نجد أن الذي يتبع هذه الأكاذيب غالبا ما ينفق الأموال في سبيل معرفة الغيب وعندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التنجيم وإتيال المنجمين إنما حفظ أيضا المال حريص على مالنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم حريص عليكم حريص على أموالنا على صحتنا على مشاعرنا بالمؤمنين رؤوفه الرحيم إن الحكمة أيها الأحبة تظهر بشكل مستمر وكلما تطورت العلوم في أحاديث المصطفى هذه الأحاديث تظهر فيها الحكمة يوما بعد يوم وهناك عدد كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها معجزات علمية تتجلى أمامنا اليوم أيها الأحبة لذلك أقول هذه الآية التي لا يقولها إلا النبي والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا في دعوته لا يستطيع أن يقول هذه الآية التي سأمطق بها الآن في سورة الأعراف قل الله يأمره هل شهدتم إنسان يأمر نفسه في موقع النبي الذي كان يأمر ويطاع الذي صنع أم اليوم تعد بمليار وسبعمائة مليون مسلم قل يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله وله كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون لذلك أيها الأحبة أول آية في القرآن أول آية تتحدث عن المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما هي أول صفة؟ أول صفة الذين يؤمنون بالغيب الإمام الغيب يريحك نفسيا يجعلك مرتاح جدا أيها الأحبة في مواجهة صعوبات الواقع في مواجهة مشاكل العصر الإمام بالغيب أيها الأحبة يجعلك قويا جدا ومطمئن القلب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهكذا أيها الأحبة نصل إلى نتيجة وهي أن العلم لا يعترف بأي نوع من أنواع التنبؤ بالغيب إلا ما كان خاضعا للقوانين الكونية مثل جريان الشمس دوران الأرض حول نفسها مواعيد الكسوف وغير ذلك طبعا أما مستقبل الإنسان فلا يمكن لأحد أن يتنبأ به إن الذي يتحكم بمصيرنا في كل لحظة هو الذي خلق هذا الإنسان الذي خلقك هو الذي يتحكم في مصيرك الذي خلق كل ذرة من ذرات الكون الذي يوضع هذه القوانين الفيزيائية وأحاط بكل شيء علما هو الذي يتحكم بمصيرك أيها الإنسان وينبغي أن نتذكر دائما قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق